دمي لوطني احتفالية فعالية بمئوية الثورة العربية الكبرى وعيد الاستقلال نظمتها جمعية كولونيا والجمعية العربية العونية لموظفي أمانة عمان الكبرى وتضمنت حملة للتبرع بالدم تخليدا لتضحيات الأردنيين ضمن احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى وعيد الاستقلال نظمت جمعية كولونيا بالتعاون مع الجمعية العربية التعاونية لموظفي أمانة عمان في ساحة النخيل احتفالا بهذه المناسبة تحت عنوان دمي لوطني الهدف انه زيادة الوعي القومي والوطني عند شبابنا ونعرفهم انه مهما نبدل في سبيل الوطن نظل احنا مقصرين تضمن الاحتفال عدد من الفقارات كالدبكة الشعبية وفقارات الشعر اضافة للاغالي الوطنية بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء وتذكر تاريخ الاردن العريق وما حققته من انجازات عبر التاريخ نشارك اليوم الوطن بافراحه واحتفالاته المجيدة يوم الاستقلال يوم الجيش يوم مجيد ويوم طيب مبارك على جميع الاردنيين الاحتفال تضمن حملة للتبرع بالدم كنوع من تقديم الانسان دمه فداء للوطن في اشارة للتضحيات التي بذلها الاردنيون على مر التاريخ من اجل قضايا الامة حيث ان هذا الدم ستقوم الجمعية بمنحه للمستشفيات بهدف مساعدة اي شخص قد يكون بحاجة له حبينا نعمل هذا اليوم التبرع للدم للمحتاجين وكل من نهدي جراء سيدنا بنبارك له بعيد الاستقلال والشعب الاردني والجميع وكل عام والانتم والجميع بخير حبينا نشارك الوطن باحتفالية الثورة العربية الكبرى المئوية وبيوم من الاستقلال وحبينا نتبرع في الدم طبعا هذا يوم وطني لازم الكل يشارك فيه الاردنيون في مئوية الثورة وعيد الاستقلال يستذكرون التضحيات في سبيل الارتقاء بالوطن حتى غدا نموذجا من الديمقراطية والوعي في التعامل مع المتغيرات في اصعب الظروف جورج ورحم رؤية